السلام عليكم طلاب الثالث المتوسط الأبطال طلابي طلاب الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نشرح لكم موضوع التنقيط اللي هو البنكتشويشن أول شغلة لازم تعرف صيغة السؤال صيغة السؤال تقول لك ري رايت ذي سنتنس يوزنج كابتال لترس ها هي صيغة السؤال من نشوف كلمة ري رايت ذي سنتنس يوزنج كابتال كلمة كابتال هاي بين لترس حروف تنقيط إذن هذا هو السؤال التنقيط أو الخط مرات بعض الناس تسمي الخط الخط علامات الترقيم حيب حلو طيب إذن هذا هو السؤال هس راح نجي على الملاحظات مال هذا الموضوع أولا نستخدم وتستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء الدول والجنسيات والعواصم عندك كلمة إراك عمان شوف هاي هذا خطأ سواء كابتال شوف هاي هذا اللي بالأخضر سويناه بالأحمر هذا صح أستهناء صح هذا خطأ حلو طيب مثلا أيضا عندك أسماء الأشخاص مثل دانة شوف هذا سمول سويناه كابتال نور نور تستخدم الحروف الكبيرة مع أيام الأسبوع وأشهر السنة مندي هذا خطأ هذا الصح كابتال ماتش خطأ هذا الصح كابتال أربعة في بداية الجملة نستخدم الحروف الكبيرة بداية الجملة نستخدم حروف كبيرة مثلا عندك كلمة هي هاي اللي هي هو هي فيزت هذا كابتال هذي سمول سويتها كابتال هي فيزت لندن أستاذ هذا لندن ليش سوناها كابتال ما هي لندن أستاذ أنا ما عرف فقر أتهجها إلا وآ لا وأن لند ودي لند وآ لندن لندن هذا لندن حلو لا تنسى وضع نقطة في نهاية الجملة المثبتة الجملة العادية دائما نخلى بالأخير الضبطة هسا هاي الجملة هاي الفوق هاي الجملة حلها خطأ وبها مجموعة أخطأ وليست خطأ واحد مجموعة أخطأ هاي خطأ الجملة الثانية الجملة الثانية صح الجملة الثانية صحيح طيب ليش الجملة الجملة الثانية صح الجملة الأولى بها ثلاثة أخطأ أولا الهي سمول لازم أصير كابتال وثانيا الال سمول سويته كابتال وثالثة شيء بين أخير لازم أخلي نقطة وما أخلي نقطة خليت أنا نقطة خامسا الضمير آي يأتي وحده عندما يأتي وحده ويكتب كبير دائما لما تشوف آي هذا وحيده شوفه وحيده هذا سوي كابتر هاي الجملة هسه اللي قد دامنا بيها أربع أخطاء اشتادش دعوة ايه والله أربع أخطاء مثل ما أقول لك هاي الجملة بيها أربعة أخطاء أربع أخطاء بيها أول خطأ هو علي لازم يصير كابتر بيها بجملة واسم شخص بنفس الوقت علي آي سويته كابتر ثاني خطأ آي بنصف الكلمة مو بالعفن وحيده شوف هذا خطأ الثاني خطأ الثالث كلمة إراك دولة هذا اسمها تسويتها كابتر الخطأ الرابع نهاية الجملة لازم يخلي نقطة هنا ما حاط فوق جيتاني خليت نقطة ملاحظة أيضا مهمة لا تنسى وضع فارزة عند النفي أو خلينا نقول عنده الاختصار حتى تصير أحلى عنده الاختصار الآن عندي كلمة ثلاث ساي بدون اختصار هذه الجملة اللي تشوفها أمامك أنت هلها خطأ؟ هذه خطأ بها خطأ شنو الخطأ؟ لازم بها فارزة لازم تحط لها فارزة هذي خطأ هسه من حطيت لها الفارزة حليك صحيح شفيت؟ زين استاذونيش مدروني بالامتحان عليك إيبك لا تبتش أدري بيك بالامتحان أنت ما تعرفين تحفظوا حفظ من نشوف هاي اللاتس تحط لها فارزة من نشوف كان تيتي تحط لها فارزة تحفظهم تحطوا ورقة وقلم وتكتب اللاتس بدون فارزة قولناه تحط لاتس عندك didn't بدون فارزة تحط لها didn't عندك can't بدون فارزة تحط لها can't وفارزة عندك what is بدون فارزة تحط لها فارزة عندك he is نفس الحالة كل هذني تحفظ لياهن مثل اسمك حفظ كلش كلش مهمة ثامنا ثامنا نضع علامة السؤال علامة الاستفهام إذا بدأت الجملة بأحد الأفعال المساعدة هاي الأفعال المساعدة شوفها هذني تحفظهن هذني اسم من أفعال مساعدة إذا بدأت الجملة بفعل مساعد من هذني أخط علامة السؤال بالأخير أعيد مرة ثانية إذا بدأت الجملة بوحدة من هذني لأفعال المساعدة اللي نشوفهم قدامنا راح أخلي علامة الاستفهام طيب حلثة سؤال أجعل هذا السؤال هذي السؤال أقراه وشوف أخطاعه وير هاي بداية جملة كابيتل هاي صحاعته ماهر هذا اسم شخص سويتها كابيتل مارتش شهر قليتها كابيتل علامة الاستفهام بالأخير خليتي ليش خلينا علامة الاستفهام؟ لأن عندنا وير أداة سؤال تاسعي نستخدم الفارزة هاي الفارزة شوفها أو بالأخ vert بعد الكلمات الافتتاحية بعد الكلمات بعد الاسم بعد بعد الاسم في في الكلمات الافتتاحية شنية يعني كلمات الافتتاحية هي الشنية الكلمات اللي نفتتح بها الكلام مثل كلمة هاي مرحبا دير عزيزي حلو الآن مو عندي هاي علي هذا علي مو جان علي ورا أخلي فارزة باوعلي هاي علي هاو آريو أنا مو قال لي هاي هذا شوف سويتها كابتال شفيت ليش لن بداية الجملة زين وهاي عندي علي اسم شخص سويتها كابتال وراها خليت فارزة ليش لان أنا قيل لك ورا أذني يعني ورا الاسم تخليه تخلي فارزة هاي هاو كيفة هذا سؤال فراح أقول بالأخير علامة الاستفهم ليش خليت علامة الاستفهم بالأخير لأن عندك هاو كيفة أنا عندنا هاي فارزة هاي جملة الأولى انتهت وكأنه بدينا بشكل جديد قلنا هاي هاو عاشرا إذا وجدنا كلمة يس نضع بعد الفارزة نضع بعدها فارزة وقبلها علامة استفهم كذلك إذا وجدنا نو نضع بعدها فارزة وقبلها علامة استفهم باوع لي هاي الجملة قل لك يس من نشوف هاي الجملة أولا تبدأ بكابتر ليش خلينا كابتر لأن بداية الجملة لقيت يس هنا أخلي قبلها علامة استفهم لأنه سائلني سؤال بعدين قيل يس قيل لك هل تحب الأفلام قيل يس نجاوبني طالما ما مجاوبني معناها هذا سؤال لقيت يس نعم نو لا معناها هذا سؤال ومجاوب علي معناها لازم أخلي قبلها علامة استفهم وخلي يس كابتر وخلي فارزة وبالأخير أقول يس آي دو مرات هذا الآي يجيب الكياس مول نفس الحشي مثل ما قلتلك هذي آي سمول قلت له آي دو ليش لن جاي وحيدة الآي جاي وحيدة حلو حتى لو قيل لك نوم أم نفس الحال توصيات مهمة اكتب بخط واضح وجميل ولا تستعجل في الكتابة أبدا دير بالك تستعجل بالكتابة باعد بين كل كلمة أخرى باعد لي بين كل كلمة أخرى باعد على هذا الحل كن آي هيل فيو بلا عليك هذا الحل شوفوا شوفوا شلون لازق ليها اللزق كل شي ما افتهم هذا حل غلط طيق صفر عليه هلا صحيح هذا أباعد بين كل كلمة وكلمة مو تباعد لبين هيل قيد شبيكة مخبّل لا ها آه ها لحل لك صحيح ما باعد بناتهم هواية أباعد بسمه هواية يعني الحروف ما أباعد باقوا طلاب هاي شتكتب هاي شتبع هالكلمة هاي خلط الكلمة أدمج حروفها مع بعض أخليهم مع بعض هيتش وباعد بين كل كلمة وكلمة يعني هسا هذا الحل شوف لي هذا الحل هذا الحل هذا شوفه من تربط هذا خطأ هذا الحل الثاني خلينا شوفك هذا الحل الثاني هذا الحل الثاني هذا هم خطأ باوع شوفه شلونه شوف شو سوي باعد بين الكلين هذا الحل غلط باوعي علي الله هتعرف تقراها انت 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 التالب انت اللي كتبت هتعرف تقراها ولا ما تعرف تقراها شون تريدني أنا مدرسة شوفت بعينك فانتبه زين على هاي يا بطل شفت شلون إذن هاي غلط والثاني هم غلط الحل الصحيح هي الثالث الحل الصحيح هي الثالث خليني نجح على هاي التدريبات ري رايت the sentence أعدي كتابة الجملة using capital letters إذن هذا حاط إجاني هذا السؤال طيب أكتب رقم السؤال وبدأ أكتب صفحة يعني صفحة جديدة أو عفوا بداية خط جديد يعني مو تكتب ليها الحل إيه هنا من نص لا أبدأ من البداية بداية السطر أقرأ السؤال أحمد آه أحمد وين تو موصل أحمد راح للموصل حيح طيب إذن أردحل أبدي أقول لأي أحمد نزلها مثل ما هي أحمد وراها خلي وينت نزلتها مثل ما هي ما عندي بها أي مشكلة تو إلى موصل ها كابتل ها اسم دوء بمحافظة مو صل والأخير أخلي نقطة إذا ما خلت نقطة يحاسبني إيه والله يحاسبك إيه والله يحاسبك السؤال الثاني قرأ إدو إي ديينة دائماً اسم الشخص جيك بالبداية مراتي جيك سؤال بالبداية فأنت أنتبه ديينة اسم شخص إد إي ن ترافل سافرت نزلها مثل ما هي طيب لو قاري هنا هذا النقطة الثالثة باوعي لأرجع لذن شوفين هذا النوع الداز موجودة وياهن إذن ها وحدة من أدوات السؤال أبدأ داز كابتال بتينة بهاي داز بعدين عمر سويها كابتال جو ذهب تو إلى تهجاه بقاء بغ بجداد من بغداد حلو حط كابتال أي جي اي دي دي وأن راحب يخطأ تنتبه انتبه دير بالك تنسي حرف دير بالك عم تحلك يصير صحيح وان تنزل مثل ما هي تهجاه الثور Thursday ها Thursday ها Thursday لأن يوم من أيام لأسبوع Thursday 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 وخلي نقطع بالأخير لا لا حلي غلط ليش ما خلي نقطع ما هو قيل لك دز سؤال إذن خلي علامة استفهم خلي علامة استفهم بننتقل على السؤال اللي بعد قيل لعلي did not طبعا هايش تجيك بالامتحان عليك دبالك هايش تجيك بالامتحان هايش من نريد حلها أقول لعلي capital لأن اسم شخص did تنزل مثل ما هي not أخلي لها فارزة لأن نفي و go أنزلها مثل ما هي و to إلى وتهجاها أبو A باس أبو A B و S باس و R باصر باصر وبالأخير A باصر هاي باصر حلو كليب capital بعدين A بعدين S بعدين R بعدين A خلي علامة السؤال بالأخير لا ما عند علامة سؤال خلي نقطة خليت نقطة السؤال اللي بعد قيل لي WH من باديلي به WH معناها هاي سؤال وين متى أبد بداية وين لازم تكون capital ويل تنزل مثل ما هي طيب علي اسم شخص نزلناه مثل ما هو كم أنزلها مثل ما هو from تنزل مثل ما هي R بيل هاي حرف كسمال أسوي capital لين R بيل ما عرف قراءها تهجاها أيو R R و ب R و إيه R بيل حتى لو قلتها R بل بعدين قول R بيل شيني ها A R B ال R بيل خلي نقطة بالأخير لا خلي علامة استفهام ليش خلي علامة استفهام لين سؤال شوان عرفت السؤال لان الوين الوين متى يعني السؤال السابق السادس هو كيف هو وكيف حارق لابت سؤال بداية جملة سوي capital بالأخير لازم تكون علامة استفهام لين عندي هو الدد تنزل مثل ما هي أقرها الكلمة النو نو ور نور وبالأخير نور ها بنية نور N O نور live نزلها مثل ما هي طيب N تنزل أقرأ الكلمة أخو ال هل ها حلة H I L إذن هاي حلة حلة N أنا نزلها النو O نوفمبر ها نوفمبر هاي شهر capital سوي نوفم بار أخلي علامة السؤال لو نقطة بالأخير لا أخلي علامة السؤال ليش ليش علامة السؤال لأنه how كيف that's all نجي على الجملة اللي بعيدة هذن الجملة أغلبهم جاية وزاري إلى مقل هاي السبعة جاية وزاري والثامنة جاية وزاري والتاسعة جاية وزاري والعشرة جاية وزاري علي capital اسم شخص didn't بها did و not لازم أخلي فارزة travel تنزل مثل ما هي to تنزل مثل ما هي موصل capital m-o-s-u-l موصل لأن اسم يعني سويها capital لأن مدينة موصل تنزل مثل ما هي جو a-jan u-january ها هذا شهر جا نو january بالأخير أخلي السؤال لو نقطة لا أخلي نقطة لأن ما عندي فتشيد على السؤال ثمانية عندي فتشيد على السؤال لا والله ما عندي فتشيد هاني ما عارف قراتها هجاء ال-h ينقر اه اه و-a ها و-n ان هان و-f هاني h آني طبعا هاني هاني طيب and مثل ما هي تنزل ما هي اسم شو ولا هاي تجه ايو اح ايو اح اح و-m و-a احمد هاني احمد اي احمد تنزل مثل ما هي visited يزور هاي ما عند بيها مثل ما عند بيها مشكلة visited قرأها هاي اب و-a باس و-r باس ره باس ره باس باس ره باس عادي شو المشكلة اب و-a باس راه راه تنزل مثل ما هي باس راه تنزل طبعاً إذا ما رات يحطون الأجمور رات ما يحطون عادي مو مشكلة إذا انت تحطين هم حط طيب مو مشكلة نزل last مثل ما هي اتهجاها نوفمبر ها نوفمبر هذا نوفمبر إذن هذا الحل خلي علامة السؤال لا شونا تحطي علامة السؤال خلي نقطع خلي نقطع ننتقل على رقم 8 أوعفونا على رقم 9 رقم 9 شقايا اللي دد هل الدد من أدوات السؤال بلا خلينا نرجع للملاحظة هالملاحظة لأنني ما قاريه ناس لحدك لحد لا دد موجودة وياهن داز دد دو خافة أنا ما كاتبها هي دد أداة سؤال من بين ها ما بيتوني دد أنا أعتقد كاتبها بس جوز حذفت قبل شوية لما منتبه دد وحدة من أدوات السؤال لما تيجيك بالبداية اللي هي دو والداز والدد هذن أدوات سؤال طيب الدد إذن دد أداة سؤال تعالوا نكتبناها هسه خافت لناسينها إذن الدد طيب إذن أقول دد كابيتل ما هو بداية الجملة بداية الجملة دائما كابيتل دد قرأ الكلمة رو راس لا هذا مو أس هذا تنقرأ شيء أس 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 دن تقرأ شيء راش ها راش كتب كابيتل راش ميت مثل ما هي تنزل ميت قرأ الكلمة الوراها راش الوراها شنية الأش ينقرأ ها 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 و هد و هدى ها هدى سوى كابيتل أيضا آت مثل ما هي ما عندك المشكلة بها ذا تنزل مثل ما هي شوب محل ما العلاقة بها لاست تنزل مثل ما هي قرأ الكلمة الأخيرة أمو آ مون و اد من دي ها من دي هدى يوم الأثنين أم أو أن دي وأخير شيء خلي نقطة بالأخير لا غلط ليش ما خلي نقطة خلي علامة السؤال ليش علامة السؤال لأن هو بديل بد سؤال العاشر أبدي بتجملة حرف كبير have تنزل مثل ما هي you تنزل مثل ما هي ما عندك بيها مشكلة of تنزل مثل ما هي ما عندك بيها مشكلة been تنزل مثل ما هي to إلى تنزل مثل ما هي ووراء هذ كلمة هات جاهة e يورو يورو يوروب يوروبي يوروب إذن هاي أوروبا تحكي اي يوروب يوروب طيب يس عندي يس عندي يس والله خلينا أرجع الملاحظة انا لا تستعمل الحمل ايش يقول باليس يس هنا ليس معناها هلك السؤال هنا قبلها إذن عندي السؤال ثم راح أخلي هنا علامة استفان وأقول يس يس طيب وراء اليس أخلي فارزة برا اليس الآية يشوي الـ capital لأن الآية جاو حيدة وتنزل الجملة مثل ما هي وبالأخير أخلي نبض هذا هو هذا هو الموجود بقى عندي 11 و12 و13 و14 هذني اللي ما يحلهن اللي ما يحل هذني إن شاء الله ما ينجح تحلياها وتنزلياها بالتعليقات اليوم مباتر اليوم تحلياها اليوم هسة هسة تحلياها أريد كتبكم ملاحظة هاي الآن من تجيك هاي أصلها آيام يعني أيضا بيها اختصار أريدك تحفظ ليها أيضا هذا مهم وعندك الـ want هذا أيضا بيها اختصار هذا أيضا أريدك تحفظ ليها هذا بيها اختصار اللي هو هي تصير هذن نحفظهم أيضا ذن مهمات هذن أيضا مهمات تحفظ ليها هل مثل اسمك شوف شتون تختصرينهم ما ما حطلك بيها فارزة انت اللي لازم تحط بيها فارزة هاي شغلتك انت يلا يا أبطال حفظوا لهذه الأمثلة مثل اسمكم ولا تنسى الواجب اللي انت تكيها ايه هذا وانا واجبك يلا اخذ له سكرين وابدت تحل بي لازم تحل لازم تخطئ اذا ما خطيت والله ما تتعلم والله والله ما تتعلم اذا ما خطيت اخطئ على مو تتعلم حلي هذا السؤالين الاسئلة هاي الـ 12 الـ 12 الـ 12 الـ 13 الـ 14 يلا حلل وخلي نشكك يلا يا أبطال اوقف أوقف بخطة اوقف oh بخطة